أعزاء المشاهدين والمستمعين على حد سواء وبعد أن وقفنا على طائفة النساخ من أعلام العرب الذين قاموا بتحقيق التراث نقف الآن على طائفة المصححين المصححون هم أولئك الذين كانوا يقومون بنسخ الكتب وضبطها وتصحيحها أثناء الطبع على الحروف والكثير من المخطوطات التي نشرت بمصر واستنبول ولبنان أثناء هذه الفترة كان باعتناء هؤلاء المصححين إن التصحيح إذن ضرورة حتمية لإخراج الكتاب إلى عالم النور بعيدا عن ما يصيبه من أخطاء كذلك من أشهر المصححين الذين يقب علينا أن نقف عليهم الشيخ نصر الهوريني هذا الذي درس علوم العربية وآدابها في الأزهر الشريف بالقاهرة ووالي رئاسة تصحيح المطبعة الأميرية ببولاق فصحح كثيرا من كتب العلم والتاريخ واللغة وصنف بنفسه كتبا منها المطالع النصيرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية هذا الكتاب طبع بمطبعة بولاق سنة 1275 وكذلك من أولئك المصححين المشهورين الشيخ محمد قطة العدوي المتوفى سنة 1281 هجرية ذلك العالم النحوي مؤلف كتاب فتح الجليل بشرح شواهد بن عقيل وكذلك من أشهر المصححين رفاعة التهطاوي ذاك العلم المشهور بتصحيحه للمؤلفات والمخطوطات إذ إنه قد تعلم في الأزهر ونبغ في علوم العربية وكذلك يأتي في خاتمة من نذكرهم من أشهر المصححين الشيخ إبراهيم عبد الغفار الدسوقي الذي تعلم بالأزهر وعين مصححا في مدرسة الطب ثم بمدرسة المهندس خانة المعروفة في ذلك الوقت بهذه التسمية تولى هذا العلم رئاسة تصحيح المخطوطات بمطبعة بولاء الدكرور تلك مجموعة لم يجد التاريخ بمثلها في بداية اهتمام الأمة المسلمة بتحقيق تراثها ووصل بهم الأمر إلى ظهور المطابع وهذا ما سنتعرف عليه في الشرائح التالية متى نشأت المطابع وإلى أين ذهبت وماذا عن مؤثراتها ونتائجها في عالمنا الإسلامي انتظروني أعزائي في الشرائح التالية